بتتكلمي على إنه الإنسان ربما يعامل ناس ويجد الناس دي بتصيق معاملته وبعد كده يبقى شايل في نفسه منهم مش عارف يعملهم هل له أجر طبعا لك أجر النبي عليه الصلاة يعني الأجر على كل إذاية الإنسان بيتعرض لها ده النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل والمثال بالشوكة يشاكوها للشوكة أي شيء يعني تقرقك أو يعني توجع الإنسان ولو يسير هو فيه يعني الشوكة توجع الإنسان قد رأد إيه إيه كم الألم اللي حيتعرض إليه من شوكة يشاكوها العبد النبي يقول إلا غفر له وما من شوكة يشاكوها العبد إلا وغفر له فلك أجر والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم أفضل أو خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم لأن يبقى أخالط الناس وأصبر على الأدا ولا أرد الإساءة بمثلها وأعفو وأصفح وأحتسب الأجر عند الله فأحتسب صبري على أدا هؤلاء وحسن معاملتي إليهم أجر مدخر لعند الله والإنسان يعالج الأمور يبقى سلاحه الدعاء والصبر والحكمة والتغافل نسأل الله السلام